السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المتتبعين مشاهدي الأعزاء القناة إبراهيم للعقرات مكناسي اليوم تنقترح عليكم عقر من الفئة المتوسطة التي تواجد في منزل التي تكون مصفلي وجوج نتع الطوابق كل طبق فيه جوج نتع الشقق العقر نتع اليوم عقر ممتاز العقر نتع اليوم تتكون لنا منصال اللي احنا تنتوجد فيه حاليا مطبخ بالبالكون وثلاثة نتع الغرف نتع النوم وحمة بالنسبة لموقع في حي مرجان بالضبط من الخلف من المركز التجاري الدكاتلون عقر اللي قليل فشل القوة شقق منافسة له في هذا العقر هذا خاصة أن الشقق تتفر لنا على ثلاثة نتع الغرف وبثمن جدا مش جدا جدا مناسب بالنسبة لثمن تعد الشقق ابتداء من خمسة وثلاثين مليون بالنسبة للشقق اللي تنقوم حاليا بتصور انتع الثلاثة ثمن تعد وسبعة وثلاثين مليون قابل للنقاش هذا ثمن اولي بالنسبة الناس اللي بغا تدير زيارة للمكان تكتاش في العقر اللي كان عجبكم راه الثمن ان شاء الله راه قابل قابل للنقاش عندنا المطبخ هو هذا بلي بلاكار منا وانتع الام دي اف الفوق والتحت هذا المطبخ هاته يتوفر لنا على بالكون فمن احسن العروض والاقتراحات المتاحة حاليا فهذا المنطقة خاصة انه كما تنعرفوه الشقق انتع السكر المتوسط تلقى وجوج انتع الغرف وصلون بالثمن تعتمانية وثلاثين ستة وثلاثين مليون فهذا الشقق هذه الثمن تاع منخافض مقارنة مع الشقق كالخرين وكما ذكرت خاصة انها تتوفر لنا على ثلاثة انتع الغرف ايستفسار له اي معلومات فقط اكفيكم انكم تتصلوا بنا مش ننتقلوا معكم لعين ما كانوا اكتشفوا هذا العقار هذا عن قرب فابغيت ناخد الرأيين تاعكم بالنسبة الشقق انتع اليوم لان اه اخديت الشقق المجاورة لها لسيد اللي اقتناد الشقق قان بواحد تغير اللي هو بسات اللي غير الملامح انتع الشقق اه كان طرح ليا اه المقاول هاد السؤال هذا قل لي شنو شكو اللي حسن واش اه الشقق تمشي بهاد الموضيل هذا اللي اختار اه سيد اللي اختار اه الشقق اولا بالنسبة اولا بحال هاد الموضيل هذا فجميع الشقق فيهم هاد الموضيل باستثناء الشقق اللي قام صاحبها اه بالتعديل انتعها اللي ان شاء الله هذين ديرو فيها واحد الجولة اللي هي خفيفة وتخليونا الرأيين تاكم في التعليق لانه تيهمنا باش تحنا من جيان تعنا تنوصلوا الفكرة انتعكم المقاول باش انه يديرها التغيير هذا الى كنتو ارتاحتو في النموذج التاني فادي نعطيكم واحد الفكرة اللي هي خفيفة على الشقق التانية ان شاء الله اه واحد العجالة باش ناخدو فكرة على ذيك الشقق اه لقينا الحمام اللي كما شفناه حمام مشترك هذي الغرفة اللي دي نسميوها الغرفة راقب جوج كما لاحظنا صورنا الغرفة اللي اه الغرفة راقب جوج تتفعلنا على بلاكار اه من نوع الام دي اف اللي كوليس دفع خصط من دفع بالنسبة للصبغة كاملة بلاتينية الارضية اه الارضية اه فايانس على شكل تعباركي على شكل تعقشب بالنسبة لهذا العقار فالمساحة الاجمالية ينتع تقريبا خمسة وسبعين متر بالنسبة للتيتر ممكن ان المساحة تكون قلة من المساحة اللي ذكرت لكم ستعرفون المساحة اجمالية تتصفر على المساحة انتها الكادروم وانتها الشقة كاملة المساحة التتر تتحسب كما نقول الحاجة اللي تيدوز فيها باللغة العامية انتها الجفاف او الكاراتة هذه الغرفة اللي نسموها الغرفة رقم ثلاثة اللي احتية كما لاحظنا ان الغرف كاملة انتبارك الله كبار اه المساحة انتهم ما نقولوش ضعيفة فتقريبا بحال هذه الغرفة تقريبا ثلاثة الامتار ونص على ثلاثة الامتار فغرف اللي مساحة انتهم كبيرة تمان جد مناسب وجد مشجع فعدي نحاولو ندير واحد طلع خفيفة على شقة المجاورة لهدي وتخليونا الرأي انتاكم شنو هو الموضي اللي ارتحتوا فيه واش نموذج هذا اللي انا حاليا فيه ولا نموذج تاني اللي قام صاحب الشقة كما ذكرت بتغيير نتاعه اللي ممكن حتى اي واحد اقتنع شقة وابغى يطبق هاد الفكرة هادي فما فيها بس ممكن انه اه مقاول الى كانت تفاهم ممكن انه يقوم بهاد التعديل اللي بساطة هادي الشقة المجاورة اللي كما ذكرت اللي نفس الشكل مليسا ندخلوه مباشرة تلقوه الصالون لانه اه اللي غرفة رقم واحد هادي اللي القوات تفتحات على شكل سيجر اللي في النظران انتاعي وشوف انتاعي انه اعطاعت واحد المتنفس كبير للشقة تبدلو تقريبا لما لامح انتاع الشقة كاملة كما لاحظنا هكا هذا هو الصالون اللي عندنا ارجع انفاس معاه شكل انتاع سيجر اللي ممكن ان احتالي ميرفانتاو اه نظر انتاعي ان احتالي ميرفانتاو انتاعو يتحيدو ادي يعطي واحد الشوفة اللي هي احسن ودي جينا بحلقة مطبخ وانفاس معاه شكل انتاع سيجر ولا صالة مونجي اللي يقول اللي هو المتنفس انتاع الشقة مثلا البلاصة اللي قلسة انتاع الماكلة وهدي تخلوه ان الرأي انتاعكم في التعليق لان الرأي انتاعكم تهمنا لا بالنسبة الفينيسيون انتاع الشقة كل الموضيلات اللي تتختارو والاتمينة والاحياء باش ان شاء الله انقوموا بمساعدة انتاعكم ولا اللي بحت معكم في هاد المناطق اللي انتوما تتقلبو على الشقاق فيها الغرفة الحمام نفس شكل الغرفة رقم رقم جوج ولا عفوان هذه نسميها هذه الغرفة رقم واحد لان اه رجعت على شكل انتاع سالون سيجر الغرفة رقم واحد فيها ادلقوا فيها البلاكار اللي يدي تكون هي الغرفة انتاع الوالدين والغرفة رقم جوج فهي غرفة عادية فارغة ما فيهاش البلاكار فتقريبا وصلنا النهاية انتاع الفيديو تنشكركم على الوفاء انتاكم وعلى الدعم انتاكم ما تنسونش بالدعوة كان معكم اخوكم ابراهيم دمتم في رعية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة